يتجدد سجال بشأن جرف الصحر وإعادة سكانها المهجرين إليها وستهامات للإطار التنسيقي بالتنصر من اتفاق مسبق بشأن تمرير حكومة السودان مقابل إنهاء ملفي النازحين والعفو العام وزارة الهجرة والمهجرين طالبت بإبعاد جرف الصخر عن المزايدات السياسية والمتاجرات الانتخابية مستدركة بالقول إن قرار إعادة النازحين يقرره التشخيص الأمني وليس الاتفاق السياسي وبالتالي أبقت الوزارة الباب مفتوحا أمام مزيدا من المماطلة والتسويف في ظل حديث الميليشيات الولائية عن وجود ما سمته بجيوب إرهابية وألغام كثيرة في جرف الصخر وهي أمور تعيق في المحصلة عودة النازحين لمساكنهم وما دام الملف الأمني بيد الميليشيات فإن تقييم الأوضاع في المدن سيكون رهين أجندات طائفية بحتة ومن السهولة بمكان إلساق تهم الإرهاب بمناطق محددة بأن تكون نسخة من جرف الصخر لعل القبض على عنصرين بميليشيا الحشد قبل أيام ومعهما أعلام لتنظيم داعش وأسلحة ومتفجرات في ناحية بوهرز في وحفظة ديالة دليل على من يتحكم بأمن البلاد وفقا لمصالحه ميليشيا حزب الله سارعت هي الأخرى لإصدار سلسلة تهديدات ضد أي محاولة لإعادة مهجري جرف الصخر بل وتضمنت التهديدات هدر دماء العائدين وقتلهم وهو ما يبعث على التساؤل عن أسباب هذا القدر من الممانعة التي تبديها الميليشيات في ترك منطقة جرف الصخر وما هي مكاسبها ومصالحها هناك جرف الصخر تلك الناحية الواقعة شمالية بابل والتي أغلقت بالكامل منذ عام 2014 ومنع سكانها البالغ عددهم نحو 140 ألفا من العودة إليها بل وأصدر أعضاء في مجلس محافظة بابل ومعظمهم ممن ينتمون إلى اتلاف المالك وعلى لسان أحلام راشد عضو المجلس قرارا بمقاضات أي جهة سياسية أو فرد يطالب بعودة المهجرين إلى جرف الصخر ترجمة نانسي قنقر